استمر النادي الأهلي في أنشطة المختلفة وزاد عدد المسابقات اللي بنظمها وتقرير حالة النادي اللي توزع في الجامعية العمومية للنادي عام 1922-1923 قال إن بطولة كاس أحمد حشمة باشا في كرة القدم لطلبة المدارس العليا فازت بيها مدرسة الحقوق مدرسة الحقوق ما فازتش بس بكاس أحمد حشمة باشا لكرة القدم لا دي فازت كمان بطولة كاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى وأضيفت بطولة لسداسيات كرة القدم فاز بيها نادي الترسانة واستمر استضافة المباراة السنوية بين منتخب المدارس العليا ومنتخب المدارس السنوية ومنتخب المدارس السنوية فاز بنتيجة تلت أشواط لشوت واحد يعني ثلاثة واحد زي ما قلنا قبل كده والجديد بالذكر إن فريق منتخب طلبة المدارس العليا ضم في صفوفه طالب بكلية الطب اسمه إيه؟ نور الدين طراف اللي حيكون في يوم من الأيام عضو اللجنة العليا للنادي الأهلي وبعدين وكيل النادي الأهلي ورئيسه الشرفي مش بس كده نور الدين طراف كان عضو بالبرلمان وبعدين بقى وزير للصحة ورئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري في الجمهورية العربية المتحدة وبالمناسبة كانت مسابقات المدارس فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأهلي وفي التنس اللعبة التانية في النادي وفي مصر كلها في الوقت ده زادت المسابقات فبعد ما كانت لعبة للأجانب وكقوسها مقدمة من مستر شارمن ومستر باتريسون دخل المصريين بقوة وقدم النبلاء عباس حليم وعباس داود ومنصور تلت كقوس أخرى وقيمت عليها بطولات وسيطر أعضاء الأهل عليها أما الملاكمة فاشترك النادي في مسابقات التفوق لاتحاد الملاكمة المصري اشترك بعض أعضاء النادي في أوزام مختلفة بعضهم خد مراكز وكانت بداية ممتازة للعبة جديدة على النادي وأخيرا ذكر تقرير حالة النادي أن الحفلة السنوية للنادي أقيمت بدار الأوبرا الملكية في 13 إبريل 1923 ومع فكري أبازة ومحمد عبدالقدوس صهر للمرة الأولى سليمان فندي نجيب طبعا كلنا عارفين الفنان الكبير سليمان نجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر